موسيقى السلام عليكم نهاية أسبوع دام عرفته مالي إثر الهجوم على فندق راديسون بلو وسط العاصمة باماكو والذي راح ضحيته أكثر من عشرين شخصا أحداث راديسون بلو أعادت التحدي الأمنية في المنطقة إلى الواجهة من جديد ووضعت الاستراتيجيات والمقاربات الأمنية لدى هذه البلدان على المحك فما دلالة أحداث راديسون بلو خصوصا أنها تزامنت مع انعقاد قمة لدول الساحل بيتشاد وما مدى عكاسها على بلدان المنطقة أسئلة بين أخرى نطرحها في حلقة هذا المساء من برنامج المشهد على ضيفنا الأستاذ اسماعيل الشخصيديا خبير في شؤون غرب إفريقيا أهلا وسلم أستاذ اسماعيل مرحبا أستاذ اسماعيل أحداث راديسون بلو عادت للتأكيد على أن الأمن لا يزال يشكل تحدي كبير في المنطقة إلى أي حد تثير هذه الأحداث مخاوف بلدان الشوار بطبيعة الحال المشكلة المالية لم تنتهي بعد وهي مالي دولة محورية سواء من حيث المساحة أو من حيث انتمائها جغرافيا للمنطقة الساحل والصحراء ومن حيث أيضا قيمتها في سدياو ومحالاتها لدولتين عربيتين يعني هما الجزائر ومالي خصوصا أنها أيضا تضم في نسيجها الاجتماعية مكونات عربية ومازيغية وحتى طوارقية وما يضر مالي يضر شبه المنطقة بشكل واضح ومشكلة أحداث فندق راديسون بلو في باماكو وأحداث الحانة والمطعم قبل ذلك التي راح ضحيتها خمسة أشخاص يعني تضع أكثر من علامة استفهام خصوصا تزامنها مع أحداث باريس وكذلك تزامنها مع قيمة جيسينك في تشات وكأن الذين يقفون وراء هذه الأحداث يودون أن يبرهنوا على أنهم ما زالوا موجودين حتى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عملية باروخان يعني اشتثتهم عسكريا بحيث انتقل وجود هذه الجماعات من شكل وانتقل وجودها من معسكرات معلومة المكان والكيف إلى خلايا نائمة في المدن وهذا ما يشكل خطرتها ولكن الرسائل يعني السياسية والأمنية من وراء عملية راديسون بلو هي يعني تكاد تكون متبعذرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار البيان الثاني لجماعة الثانية جماعة تحرير ماسينا لجنة تحرير ماسينا بالتحالف مع تنظيم أنصاردين التي هي أيضا تبنت العملية وقالت أنها ستعددت عدد المشتركين فيها وهذا ما شكل يعني اضطرابا في القراءة خصوصا بعد بيان توقع التنظيم المرابطون والتنظيم قاعدة المغرب الإسلامي للعملية وزيارة ماكسا لليوم يعني كرئيس دوري لسيدياو لجاريه مالي وإشارته إلى أن الدول سيدياو يجب أن تنظر في حرية التنقل الأشخاص بين الدول سيدياو يعني هذا منعطف كبير جدا في المنطقة وهو من وحي عملية راديسون طيب هذا التزامن تزامن أحداث باماكو فندق راديسون بلو مع القمة التي انعقدت في التشاد ومالي دولة عضو في مجموعة دول الساحل وموضوع القمة كان حول الأمن هل جاء بالصدفة أم جاء بالتنسيق كدليل على أن هذه الجماعات لا تزال موجودة وبقوة لا أعتقد أن الصدفة توجد عندما يسيل الدم فهناك تعمد خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العملية تتطلب الإعداد لها شهرا ولكن ما دام الإعداد محكما كما هو واضح لأن هناك خمسة أشخاص يعني فيما يبدو أنهم نفذوا العملية ومن بينهم إمرأة سحب منهم ثلاثة وبقوا على قيد الحياة وآخران يفجر نفسيهم في الفندق مما زاد من عدد الضحايا ولكن العملية من الناحية الأمنية هي يعني لها أكثر من حساب وأول حساب هو رسالة موجهة لقمة بتشاد بشكل واضح لأن دول الخمس التي تأسست في نواكشوت في السنة الماضية مجموعة الساحل يعني كانت موازية لمجموعة تم نراسة العسكرية أساسا وإقصاء الجزائر لنفسها أو إقصاء الدول لها يعني له أكثر من دلالة لأنها تعديل قوة العسكرية وقدراتها المادية والاستخباراتية ويدها طولة على منطقة الزوات يعني تجعل من المستحيل إغفالها إذن هناك أكثر من رسالة رسائل حتى شبه رسمية في هذه العملية ولكن تعدد الضحايا وعدم وجود فرنسيين من بينها جعل يعني من الصعب الربط بينها وبين المعركة الدائرة الآن بين الفرنسا وداعش إذن هناك يعني انفصال شكلي وإجرائي عن العداء بين داعش وفرنسا ولكن أيضا هناك ارتباط من حيث الاستعداء في الغربي حيث هو في منطقة الصحراء الكبرى لكن تعدد هؤلاء الضحايا أيضا خصوصا أن أغلبهم من جنسيات مختلفة لا يشي بأن المستهدف في المنطقة ليس الحكومة المالية ولا الشعب بالدرجة الأولى إنما الجنسيات الأخرى الموجودة هناك طبعا هم لا يستهدفون الشعب لأنه تحول من عدو شعب المالي في خاصة في جنوب المالي تحول من عدو إلى حليف حاضنة الشعب المالي مسلم بدرجة تفوق التسعين في المائة وظهر أن الأعراق الأخرى أيضا متمردة ولكن مشكلة المالية الداخلية مشكلة معقدة جدا فالدولة بنيت على متناقضات لأن الشمال شهد حربين أهليتين وكلها تهدف إلى الانفصال عن الجنوب ثم إن إفرازات الأزمة الليبية وجدت قوة نارية كبيرة تأسست على أنقاضها حركة أنصار الدين وتدخل فرنسا بعد محاولة أنصار الدين الزحف إلى مالي زحف إلى باماكو من أجل إنقاذ الرئيس الانتقالي عن ذلك وإنقاذ حكومة باماكو الانتقالية يعني ورط فرنسا في مستنقع يريد هؤلاء الجهاديون أن يوجهوا ضربات لفرنسا لأن في الحقيقة كان التدخل العسكري الفرنسي كان حاسما لأنه دمرت كثير من القوة النارية لجماعة أنصار الدين وكذلك جماعة تنظيم القاعدة وحتى أنه قتل قادتها إذن هؤلاء يريدون أن يستنهضوا هممهم ويبينوا لفرنسا الفاعل الرئيسي في قوة مينيسما أنهم مثل موجودين طيب تعدد الشركاء في هذه العملية لدينا مجموعة المرابطون لدينا أيضا تنظيم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي ثم ماسينة لاحقا تعدد هؤلاء الشركاء هل يشيء بأن الهدف بات موحدا ومشتركا لدى أغلب الجماعات المسلحة في المنطقة واضح لجابة تحرير ماسينة تم تركيز عليها مؤخرة من قبل جنود عملية بروخان وتعرضت لضربات قوية في منطقة موبتي وقد يكون لها الدافع الأقوى خصوصا أنها كانت آخرة متضرر منها من وجود القوة بروخان الفرنسية يعني العاملة تحت غطاء قبعات الزرق ولكنهم كلهم متضررون فشمال مالي به حركة قوية لتجارة المخدرات ونقلها على الأصح إلى منطقة البحر لبض المتوسط عبر منافذ منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول وبه أيضا تجارة كبيرة للسلاح إلى جنوب ليبيا وهذه المنافع أيضا تتغطى بغطاء جهادي ولكن المسكوت عنه في ما تفعله هذه الحركات هو المظالم لأن الدولة المركزية في مالي عاجزة حتى عن توفير الدواء للشمال المالي منذ أمد بعيد حتى قبل سنوات الاستقلال وهي ليست موجودة بشكل كبير لكن دلالة التنسيق بين هذه الجماعات من أجل هدف بات تقريبا مشترك ما دلالته؟ لا أعتقد أن هذه الجماعات تنسيق فيما بينها لأن مصالحها متضاربة جدا وجبه التحرير والسيناء بنيت على مظالم أساسا أرقية وجغرافية وجبه التحرير أزواد يعني هي من الله هي أيضا جبهة سياسية يسارية تتبنى أيضا خطا غير عنيف وجبهة أنصار الدين والمرابطون بقيادة مختار والمختار هي التي تود أكثر من هؤلاء أن توجه ضربة ولكن التضاربة في الأنباء يجعل قراءة المشهد في هذه الأيام مفخخة هي الأخرى لأن جبهة تحرير ماسيناء وضحت بالأعداد وبالأرقام وبالحشش أنها هي وكانت آخر من تبنى العملية والمرابطون وتنظيم قاعدة كان سباقين لتبني هذه العملية في تسجيل صوتي إذن من نصدق هؤلاء الذين سجلوا في أول وهلة بالصوت والصورة أم الذين بيّنوا عدد الذين شاركوا في العملية ونفذوها وبالتالي مجرد تضاربة الأنباء يدلوا على أن ليس هناك تنسيقا طيب لدينا مجموعة المرابطون وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية يتبنى هذه العملية قبلها بأسبوع هجمات باريس وتنظيم الدولة الإسلامية يتبنى ما دلالت ذلك؟ شوف هو في ساحة المالية تنظيم المرابطون لم ينفصل كليا من القاعدة ولكن تنظيم الدولة لم يوجد حتى الآن في هذه المنطقة اللهم إذا ما استثنينا بيانا ميتيما حدث منذ مقتل السائحة أو الدليل السياحي الفرنسي في جبال الجزاء التنظيم الدولة ليست موجودا حتى الآن في منطقة الصحراء ولكن أيضا هناك تبخر لجماعة التوحيد والجهاد التي من بين قاعدتها موريتاني وحتى بين أعضائها تبخرت لم نعد نسمع عنها وقيل إنها حلت نفسها وهو أمرنا شبه مؤكد إلا أن تنظيم القاعدة أصبح في منطقة بعد الضربات التي تلقاها في جنوب اليمن أصبح يكاد يكون المعقل الوحيد له في منطقة الصحراء الكبرى يعني جنوب ليبيا وشمال المالي تنظيم الدولة الإسلامية داعش حربه مع فرنسا لم تتسع بعد إلى شمال إفريقيا يعني إلى منطقة الصحراء الكبرى ولا نكاد نسمع له وجودا رغم أنه فكريا موجود ولكن هناك ضطرابا في ساحة الجهادية وهو هذا التنافس الإعلامي والتنافس السياسي والتنافس حتى الأمني بين احتلال داعش لمقعد القاعدة في المشهد يعني هل هو هل للمخابرات الدول الكبرى يد خالفية في هذا التنافس أن هؤلاء انتهت صلاحيتهم يعني تنظيم القاعدة ويجب أن نحل محلهم تنظيم الدولة أم أن كلا الأمرين له ما يبرره من مظالم وأشياء يعني تنطلق من المحيط الضيق وتتفشى طيب التنظيم الدولة الإسلامية هل يتوقع لاحقا أن يكون له حضور في منطقة الساحل برأيك؟ إذا استمر في عدائه لفرنسا أو استمرت فرنسا بعدائها له قد يستمر تنتقل المواجهة بينهما إلى جنوب البحر البيض المتوسط لأننا يعني في سوريا مثلا من حيث ندري أو لا ندري خلقنا تحالفا أعرج أكثرية الدول التي منذ سنة وهي تضرب داعش هي يعني مسيحية وقلية مسلمة وهذا مما يخلق أعداء لهذا التحالف لأنه حرب صليبية غير مباشرة طيب وفي حال استمر هذا العداء هل يتوقع أن يكون هناك تنسيق بين تنظيم الدولة الإسلامية وبعض هذه الجماعات المسلحة في الساحل؟ لا أعتقد أن الخطة واحد لأن تنظيم الدولة الإسلامية حتى الآن يعني حتى من خلال اسمه يهدف فقط إلى إقامة كيان في شمال العراق والسوريا أو يعني شرق سوريا لكن فرنسا قد تكون هدف بالنسبة لهذه الجماعات معا فرنسا هي هدف لجماعتين معا لأن فرنسا حاولت اجتذاث قاعدة من شمال المالي وهي يعني الآن داخل رأس حرب في التحالف الذي يضرب داعش في سوريا خصوصا منطقة الرقة وكذلك شمال العراق ولكن هل يجوز لنا أن نتساءل لماذا تتمادى فرنسا في خلق عدوات بين هؤلاء الحركات الجهادية يعني أعتقد أن ما نراه في الإعلام وما نسمعه في عميدة صحافة يعني ليس هو كل شيء إذن المشاهدين الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال لما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد فاصل قصير ثم نعود يبقى معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام الجديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد والتي نناقش فيها موضوع الهجوم المسلحي على فندق راديسون بلو بالعاصمة باماكوف والنعكاسه على الأمن بالمنطقة مع ضيفنا الأستاذ اسماعيل الشيخ سدياء الخبير في شؤون غربي إفريقيا سيد اسماعيل أحداث راديسون إلى أي حد برأيك تضع موضوع الاستراتيجيات والمقاربات الأمنية في منطقة الساحل على المحك يعني تضعها على المحك إلى حد كبير لأن الدول التي اجتمعت في نواكشوط السنة الماضية وعادت الاجتماع في تشاد يوم العملية هي بالأساس الدول المتضررة من الإرهاب ولكنها ليست دول غنية فالجزائر يعني إخراجها من جيسينك أو تأسيس جيسينك من دونها كي لا نقول إخراجها هو خطأ استراتيجي ربما لأن الجزائر تمتص الحركات الجهادية امتصاصا سرعان ما ينقلب إلى قذف لها ولأن الجزائر يعني لاعب كبير جدا في شمال مالي يجب إشراكها بصفة وبأخرى هل إن دول جيسينك تريد عادة استنساخ دول الميدان أم أن دول الميدان وجيسينك يمكنهما أن يتخذها استراتيجية مشتركة ويلتقيها في المتصف الطريق أم أن فرنسا هي التي يعني تحرك جيسينك أعتقد أن الوجود الفرنسي سلبي إلى حد بعيد حتى الآن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه يعني لجأ منذ سنوات إلى المقاربة الأمنية فقط وسكت عن المظالم إذا كانت هناك إذا كان برايم بو بكر كيتا بصفة خاصة في الساحة المالية يريد أن يحقق المعجزات في أرضه ويتحالف مع الشباب الذي يقاتله بدلا من أن يستمر في هذا المواجهة فينبغي أن يخلق تنمية حقيقية في تومبوكتو وفي غاو وفي مناطق الشمال المالي إذا استمرت المقاربة الأمنية فقد يحدث ما لا تحمد عقباه وأعتقد أن جيسينك هي ذي بياناتها وفي ما نجم عن قمتيها الثانية هي ضعيفة إلى حد بعيد لكن الواقع أن قادة هذه البلدان ترفع دائما شعار التنمية أولا قبل الاستقرار وترى بأنها هي يعني ينبغي أن تكون الهدف الأول من أجل اجتثاث هذا التحدي هل تعتقد بأن الفقر بات أكبر عائق أمام تحقيق الأمن في هذه المنطقة؟ طبعا ليس الفقر وحده الفقر من ضمن أشياء أخرى منها الاستبداد بالسلطة ومنها الفساد الإداري والمالي الموجود في هذه الدول يعني هذه الدول يعني أحوالها متقاربة جدا لنأخذ على سبيل المثال موريتانيا ويعني مقارباتها لمحاربة الإرهاب هي مقاربات أمنية بالدرجة الأولى وفقهية بدرجة خجولة وسياسية بشكل أقل حد لكن المقاربة التنموية منطقة الحدود الواقعة بين الشرق المالي بين الشرق الموريتانيا وشمالها الشرقي المالي ليست منطقة مأهلة أساسا مسمية هنا المجابات الكبرى ونظيرها في الشبه الجزيرة العربية الربع الخالي حيث لا ماء ولا مرعى ولا بشر ولا شجر إذن كل الموريتانيين الذين استهوتهم هذه الحركات الجهادية هم قادمون من الوسط المدني من المدن إذا كانت المقاربة شاملة في الغذاء والدواء والماء والهواء والعلم فإن هؤلاء الشباب سيجدون ما يسليهم ويلهيهم عن هذا الخط القاتل الذي ينتهجونه وسوف لن يكون بمقدور الجماعات الجهادية أساسا استقطابهم ونحن بعيدون كل البعد من الوصول إلى هذه المرحلة خصوصا أن الحالة المالية قتلت السياحة في موريتانيا لم يعد يأتينا السباح وقطاع السياحة شوه ميت في موريتانيا رغم ما يقال وما لا يقال عنه ولكنه ميت نحن متضررون بشكل مباشر من هذه المعركة والشباب الموريتاني وإن كان قل انخراطه ولكن المقاربة الأمنية لا تنفع وحدها لا بد من تنمية حقيقية ولا بد من خلق مؤسسات قوية بدل اللجوء إلى الرجل القوي نحن نقلد أفكار قديمة كانت في أوروبا في الستينات يسموها فكرة الرجل القوي لومفورد لتا نحن نحتاج في منطقة الساحل والصحراء إلى مؤسسات قوية وليس إلى رجال أقوية طيب هل يمكن أن تكون هذه هي الأسباب وإلا على الأقل في بلدان الغربية تحدث فيها عمليات مماثلة والإشكال التنموي لا يكون مطروح بالدرجة الأولى طبعا ما يحدث في دول الغرب هو مختلف ولكن في الداخل الغرب هناك مظالم المسلمون في أوروبا في فرنسا مثلا يشعرون أنهم ممتهنون كمتدينين لأن اليسار منذ وصوله إلى الحكم وهو يجري يعني يصوت على قوانين مهينة للمتدينين منها زواج المذليين ومنها يعني تحريم النقاب على المسلمات التي هنا أحرار في التحجب ويحسون هناك مظالم حقيقية ولكن أيضا فرنسا كدولة علمة وقوية وتريد أن تكون لها لمستها على السياسة الدولية مغايرة للمسة أمريكا رغم أنهم يلتقون بالكثير من الأحيان ويتسمون بالحلفاء إطارة فرنسا أيضا يعني تحشر أنفها في ملايينها في بعض المناطق لكن هناك على الأقل لا يطرح إشكال ضعف المقاربات الأمنية والتنموية وبعض هذه البلدان الغربية تتحالف مع المنطقة هنا في دول الساحل من أجل تجاوز هذا الإشكال شوف أوروبا لا يهمهم أمرنا الأوروبيون يهمهم فقط أن نمسك عنهم شبابنا الذي يحرجهم في الهجرة السرية ويريدون أيضا أن يكون الجنوب الذي هو جنوب كرة الأرضية الذي هو مصدر ثروات ومصدر أيضا المشاكل والقلاقل يريدون أن يكون هادئا ولديهم مشاكلهم لديهم بطالة ولديهم مشكلة صادراتهم يعني مشاكلهم الاقتصادية ولكن المشكلة فينا نحن مثلا انظر إلى مالي التي هي منطلق مشكلة الجهاد المسلح مشكلة الإسلام السياسي العنيف أو الحركات السلفية أو سميها ما شئت هذا كله موجود في شمال مالي لماذا وجدها؟ لأن الدولة منذ ما قبل سقوط مساترورية تخلت عن الشمال تخلت عن مليون كلمتر مربع بأهله ومدنه وتخلت أيضا بحكم اتفاقيات الجزائر العولى حتى المعدات الثقيلة بحكم الاتفاق لا ينبغي أن تجلبها الدولة المركزية للشمال وهذا ما جعل جماعات العنف السياسي تنمو وتتطور وتتعزز وتتدرب وتزداد وتشكل قانونها الخاص وتضع إتاواتها على قوافل تهريب من شتى الأنواع سواء تهريب السلاح أو تهريب المخدرات وحتى طائرات أصبحت تحط في الصحراء وتنقل حمولتها إلى وجهة مجهولة قادمة من أوروبا الشمالية من أمريكا اللاتينية إذن المشكلة المالية سببه ضعف السلطة المركزية ضعف السلطة المركزية والاستبداد السياسي طيب ما حصل في مالي فندق راديسون وما حصل في باريس وغيرها هل يدل على ضعف هذه المقاربات الأمنية أم على قوة العدو والخصم؟ طبعا هو يدل على قوة على حسن الإعداد لأن راديسون بلو هو فندق خمسة نجوم وهو شبكة عالمية ولا شك أن لها مقارباتها الأمنية ولها طريقتها في الحراسة ولها كاميراتها فالتصريح مثلا المدعي العام أو القائد المكلف بمحاربة الإرهاب ساديكي اليوم في إذاعة فرنسا الدولية هو يعني مرتاح لأنه سيحصل على كل شيء لأن كاميرات المراقبة في فندق مثل راديسون وهو شبكة أمريكية للفنادق ومراقبة بالشكل قوي لأنها يعني مثلا راديسون في داكار هو الذي نزلت فيه وزيرة خارجية الأمريكية ونزل فيه أوباما وذلك يعني لم يأتي اعتباطا ولكن طبعا الإعداد كان جيدا وواضح أيضا أن الهدف يعني لم يحصل لأن عادة الهدف المجمعات فيما تستخدم الرهائن كسلاح كدرع بشري أولا وكمصدر للتمويل وفي هذه العملية لم يتم رهين لم تحدث أن لم تمسك رهين ظر فيما يبدو ثلاثة من المهاجمين وبقية ثنان فجران في سهمان يعني إذن عملية من الناحية الأمنية معدت إعدادا جيدا ولكن من ناحية المكاسب ربما الرسالة السياسية هي أكبر من المكسب الذي حصلت عليه الجهة المنفذة طيب إذا راديسون يطرح يعني إشكال أنه ما حدث في راديسون قد يحدث في أي مكان آخر من هذه البلدان ما الواجب الآن على قادة المنطقة التخال؟ أعتقد أن المقاربة هؤلاء ينبغي أن كان عليهم أن لا يحلوا القمة في تشاد حتى يخرجوا بشيء مفيد ويتلقف الرسالة بسرعة لأن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي المقاربة الأمنية هي تساعد على الحل ولكنها ليست هي كله إذا اجتمعت هذه الدول وضخت الميزانية في التنمية المحلية وفي التعليم النوعي والتعليم المهني وامتصة البطالة بين هؤلاء الشباب المرشحين يعني ما بين 18 إلى 30 سنة عادة في هذه السن هي السن التطرف التي تصعب التوبة بعدها وتصعب أيضا يصعب الانحراف قبلها إذا كانت هناك برامج تنموية حقيقية يعني ممركبة تشمل محاربة البطالة والثقافة وإظهار الوجه الناصع للإسلام الذي يعتبر أن من قتل نفسا بغير حق فقد قتل الناس جميعا يعني وهذا هو الذي يجب على هذه الدول التي يربطها كلها الإسلام أن تسوق لحب الإسلام للحياة وأيضا أن توزع الماء والدواء والشفاء بشكل يعني بشكل عادل ومتوازن بين المدن المتضررة لنأخذ على سبيل المثال موريتانيا هناك مدن أقل تنمية من مدن يعني هذا المسميه لا يمكن أن يكون في حال من الأحوال عدالة في توزيع الثروات لنأخذ على سبيل المثال مدينة النعمة أو مدينة ولاة هي مدن منسية تماما منذ الاستقلال وحتى الآن مقارنة مع نواكشوت مثلا وزورة والمواذب طبعا واللائحة تطول في المدن المنسية يعني المقاربة التنموية ينبغي أن تكون هي الأولى قبل الجانب الأمني طبعا بشكل واضح في موريتانيا الشباب لا يمكنهم أن يمارسوا رياضاتهم إلا في الملعب الأولمبي في دولة بساعة مليون كيلومتر مربع مليون وثلاثين ألف كيلومتر مربع يعني كيف يمكن أن تكون رياضيا في كونكوسة أو طينطان وتجد من يكتشف موهبتك دون أن تذهب إلى نواكشوت يعني إذا كنت تريد أن تكون مهندسا في التنموية يعوقه أيضا جانب المتعلق بالفقر في البلدان بشكل عام طبعا هو الفقر عرض وليس مرض الفقر هو محصلة لنقصان هذه المكونات وهناك يعني أنا أعرف شباب من الذين تابوا وخرجوا من السجن وقارنتوا بينهم وبين الذين موجودون الآن في السجن هم كلهم يعني عاطلون وكلهم يعني متسربون من المدارس إلا اللهم إلا إذا أخذنا بعض الاستثناءات ثم إن كلهم فقراء والسواد الأعظم منهم له مشاكل تتعلق مشاكل كان ينبغي تفادها إذا ركزت الدولة على التعليم وركزت على يعني وكانت هناك مقاربة تنموية شاملة اجتمعت عليها العقول وأخرجت صوابها أعتقد أن النتيجة بعد 15 سنة لن نسمع عن مشروع انتحارين موريتاني والأمر يعني نحن لسنا بمنأة حفظنا الله من مكاره الدنيا والآخرة وجنبنا شرورها وشرور هؤلاء ولكن نحن لسنا بمنأة عن هذه العملية والمقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لا بد من أن نضخ المال في التنمية ونضخ العقل في التنمية إذن إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأستاذ اسماعيل الشخصي ديال خبير في شؤون غرب إفريقيا شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدنا الكرام على المتابعة هذه تحياتي وتحيات فريق العمل إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج المشهد لكم تحيانا جميعا السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة